استقبل وزير الداخلية محمود توفيق أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي قمان الذي يزور القاهرة حاليا في إطار الإعداد للاجتماع الوزري السنوي لمجلس الوزراء الداخلية العرب والمكرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع مارس المقبل استعرض اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المكرر ترحها على جدول أعمال الاجتماع الوزري المقبل للمجلس بالإضافة لمناقشة سبل دعم وتطوير أليات التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية من جانبه أشهد وزير الداخلية بالدور التنسقي الفاعل الذي تطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشراطية العربية ترجمة نانسي قنقر